موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للمربع اللي عندهم ألام في الجهاز الهضمي بسبب الترابات اللي احنا بنقول لهم عليها ان هي الترابات وظيفية اللي احنا بنقول للمريض ببساطة قولون عصبي أو جهاز الهضمي عصبي ده من الناس اللي ممكن يستفيد جداً في رمضان وممكن يتعب قوي في رمضان هو يعني يستفيد جداً لأن بطنه هتقعد فترة طويلة من غير أكله ومن غير مشاكل بقى اللي بتحصل للناس بسبب العادات الغذائية الغير سليمة يعني الحاجات الحرقة والشطة أو الأكلات المتكررة أو غير الصحية وممكن بقى الدنيا تبقى مش مظبوطة معايا لأنه فيه وقت ضيق جداً للأكل فممكن يأكل كذا مرة واجبات كبيرة أو يأكل يندفع بعد الفطار ويأكل أكل كتير بقى ويجي عند الصحور يأكل أكل كتير فتبدأ أن الهضم بتاعه يبدأ يتعب يعني أو بطنه تتعب يعني من أفضل الناس اللي هتستفيد في شهر رمضان هي الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد أو التهابات الكبد بسبب الدهون أو تشحهم الكبد يعني الكبد الدهني اللي حالي لو أنت عندك كبد دهني لأن الناس دي أغلبهم بيقوا وعندهم سكر وفرصة أنه هو بيأكل أكل زيادة عن المنطقي أو زيادة عن الطبيعي بيبقى كتير لو هو مش ماشي مع طباء أو مش متابع على طباء بنستفيد أنه إحنا بنقلل الضغط على الكبد لأنه هي بيبدأ الدهون نسبة الدهون اللي بتتاكل بتقل نسبة الأكلات اللي هي الغير صحية الدسمة دي بتقل بس ممكن بقى يعوضها المريض بأنه هو يشرب سويل غير صحية اللي هي السكريات الكتير أو يأكل الأكلات اللي هي الحلويات الكتير أو بإفراط يعني ودي مش مستحبة خالص يعني بالنسبة للمرضى الحموضة الزايدة في المعدة والمرضى ارتجاع المريء دول أصلا في الأحسن كود للحل بتاع قصتهم أنه هو يأكل أجابات صغيرة ومتكررة ده في الأيام العادية بالنسبة لرمضان لما هيكل مرة واحدة ده هيتعب فالأفضل أن ننصحهم عشان يستفيد من شهر الصوم أنه هو إن شاء الله يعني يجي ساعة الإفطار يأكل واجبة خفيفة لو هيصلي صلاة العيشة والقيام يقدر يأكل بعد صلاة العيشة والقيام الأكلة بتاعته والصحور بعد كده تبقى واجبة صغيرة خالص أو حاجة بس يعني تكون غنية بالبيتامينات وتكون غنية بسعارة الحرية عشان تعود جسمه عن فترة الصيام وتعود وتحسسه بالشبع طبعا الناس مشهور عنها أن تحب تاكل بقليات أو فول كتير يعني في فترة الصحور ده حاجة كويسة بس يستحسن يعني يبقى مضروب في الخلاط أو كميته قليلة عشان برضو ما يملاش المعدة بالكمية كبيرة يعني ويقل الاسترس على المعدة أو انتفاخ المعدة وده هيحسن له كمان الارتجاع لأن عيان الارتجاع الحمضي أو الحموضة الزايدة هو بتبقى إما معدة مليانة حمضه وعملها تنقبض كذا مرة وطلع الحمضة على المريء وهو حاسس به بزيادة أو بيبقى هو بسبب مشاكل تانية بقى احنا بنقول عليها فتح الحجاب الحاجز وده بتتأذي جدا لما العيان يأكل وينام على طول لأنه هو بيبقى عنده الارتجاع الحمضي قوي جدا أثناء النوم المرضى هيتحسنوا جدا لو قللوا من الحاجات الحمضية في الفترة بتاعة الأكل يعني يمنعوا الحاجات الحمضية زي الليمون والخل ويستحسن ما ياخدوش أدوية تخلي حموض المعدة تزيد زي المسكنات أو الأدوية اللي هي فيها فيتامينات زيادة عن لازمة وما لهاش أي لازمة هيحموا كده ساعتها معدتهم من أي لوت زيادة أو أي زيادة ضغط على المعدة ويقللوا إفراز الحمض فيها طبعا يعني بس مش مستحب أنه هو يأكل وجبة كاملة يملى معدته فيها في فترة بتاعة الإفطار بالنسبة لمرضى القولون اللي احنا بنقول أنه أنت عنده قولون عصبي اللي بيعانهم الانتفاخات أو غازات أو عادة البراز بتاعتهم غير منتظمة طالما أنه هما متشخصين أنه دي مشكلة وظيفية دول بيستفيدوا جدا في رمضان لأنه هو لما الأكل بيقل بتقل نسبة البراز المتخمر في بطنهم بتقل الفضلات المتخمرة في بطنهم يبدأ يحس بالراحة بس طالما أنه هو بيعود بطنه بسواهل كافية وفي نفس الوقت ما يكلش أكل متعب للقولون اللي هي مشهورة عنها طبعا الحاجات الحجائية والبهارات وده لو مع النشاط البسيط بتاعنا كلنا في رمضان والحارقة طبعا بيستفيد أن جسمه ما بيمتصش سموم كتيرة ولا فضلات طالما أنه هو بيأكل أكل سليم وصحي بالنسبة للناس اللي هما بيندفعوا في الأكل بعد الإفطار إحنا يستحسن أن أنت تشرب تكسر سيومك على السنة ببلحة أو الوتر يعني تلات بلحات طالما أنه مفيش مرض سكر عندك يعني تقدر تشرب ماء وتبدأ معدتك تأخذ أول حاجة من الأكل تبقى حاجة بسيطة دافية يستحسن مشروب دافئ مشهور عندنا هنا مثلا في القاهرة نعم نشرب شربة بعد الفطار وبعد كده بلاش يعني أن الواحد يندفع بقى يبدأ يأكل بقى المحشي بقى والحوم والحاجات اللي هي الخطيرة يعني بعد الإفطار على طول يعني يستحسن أنه هو يأجلها لبعد القيام كمان عشان يدي فرصة لمعدته أنها تبدأ تتهيأ أن فيه أكل تقيل جاي يعني بس المشكلة أننا مش عايزين أن احنا نفرط في سوايل كتير قوي لأنه برضو اللي بيشرب سوايل كتير قوي ده بيملى المعدة بلود وزن أكل كبير يعني ودي برضو بتعمل استرس جامد على المعدة اسمه أبدو من الاسترس العيام بيتعب من السوايل الكتيرة دي لأن المعدة مش هتفضيها بالسرعة اللي هو متخيلها لأن هي لسه بتشتغل عليها بالنسبة العضو مهم جدا في الجسم اللي هو البانكرياس اللي هو بيفرز العسارة الهضمة للدهون والحاجات والبروتينات بعد الأكل على طول وبيفرز الإنسولين طبعا عشان السكريات البانكرياس طبعا بيبقى فيه بعد الشر يعني مرضى الأكياس البانكرياس أو تكايس البانكرياس الصيام المتكرر هيتعبهم جدا فمش هيبقى مستحب لهم الصيام إلا بعد الشرط الطبيب المتابعة لهم بس في نفس الوقت لو هو ما عندوش حصو في البانكرياس أو في القناة المرية هيفيدوا جدا أنه هو الناس العسارة بتاعت البانكرياس نفسها تبدأ تنتظم شوية في الإفرازات بتاعتها ما يبقاش فيه ضغط عليها طالما أنه هو ما حرمت الجسم أو بعت الجسم عن إفرازات الأكل الدهني وإفرازات البروتينات التقيلة اللي هي اللي احنا بنقول البروتينات المعقدة اللي هي محتاجة كذا مرحلة في مرحل الهضم من الأهم الأعضاء اللي بتستفيد وفي نفس الوقت بتبقى الضغط عليها قوي جدا في رمضان من غير ما يكون ضغط مرضي هو الناس اللي عندها تدهون كابي طالما أنهما وصلوش لمرحلة التلايف الدهني الناس دي بتستفيد جدا هيبدأ مستوىات السكر تقل في الدم وهيبدأ الدهون اللي تبدأ تقل ترسبها في الدم وترسبها يقل على الكبد ويبدأ يحصل راحة للتهاب الحادث بسبب التدهن جوة الخلايا دي ويبدأ الإنزيمات تتحسن في الوقت ده جدا بس احنا طبعا المرضى اللي هم عندهم تلايف كبدي غير متكافئ وهو الدكتور هيفاهمهم ساعتها لو هو غير متكافئ بأن فيه أعراض فشل كبدي دول مش مستحب أبدا أن هم يصوموا رمضان لأن العضو المهم المسؤول عن أنه هو يرفع نسبة الجولوكوس في الدم أثناء الصيام هو الكبد فلو قدر الله الكبد بمعتل بتاعهم ووظيف الكبد مش كويسة المرضى دي مش هبقى مستحب أبدا أنه هم يصوموا يعني إلا بإشراف طبعا من طبيب ويستحب برضو أنه هم المرضى بتقعدوا هون الكبد لو كانوا مرضى سكر اللي هو طيب طول وهو سكر النوع الثاني أنه هو قبل الصيام لازم لأنهم أغلبهم بيبقى بسبب سمنة مفرطة أو بسبب سكر غير منتظم أو غير متسيطر عليه فدول المرضى دول هم اللي بيجي لهم تدهن أو تشمع جامد جدا في الكبد دول يستحسن أن هم يزوروا طبيب المختص بتاع البطني أو الدكتوري للسكر قبل دخول رمضان عشان هنصحهم بتشوية تعليمات معينة بالذات لو بياخدوا إنسولين أو بياخدوا أقراص للسكر إحنا عايزين أننا استفيد من فترة بتاعة الصيام في رمضان إن إحنا نعود نفسنا إن إحنا ما نملاش المعدة بتاعتنا خالص نحاول إن إحنا ما نبقاش بناكل فوق طائتنا يعني زي ما الأكل لازم يكون منتظم في الجهاز الهضم حتى لو حاجات بسيطة زي الزبادي أو حاجات زي الفواكه البسيطة والغير حمضية طبعا يعني لأن دي هتخلي المعدة تتحرك أكتر هتخلي الأحماض مش موجودة في المعدة وفي نفس الوقت مش هتخلي القولون يتركم فيه البراز أو والأكل المتخمر يعني بالنسبة الوقت المناسب للرياضات البسيطة في رمضان هو أفضل وقت ما يكونش الواحد فيه يلازم الواحد يسيب ساعتين على الأقل بعد الوجبة الكبيرة عشان يتحسن الدورة الدموية لأن الدورة الدموية بتتجه للجهاز الهضمي وللهضم بعد الأكل على طول بس إحنا يستحسن أن نسيب ساعتين بعد الأكل ونعمل رياضة بسيطة إنما لو للرياضات القوية لا يستحسن أن تسيب أربع ساعات الناس اللي هي بتلعب رياضة بانتظام أو جيم قوي أو أبطال الكرة القدم والرياضات اللي هي فيها مجهود دي رياضات المنتظمة دي يستحسن يسيبوا أربع ساعات بعد الوجبة بالنسبة لأهلنا وإخواتنا اليمنيين كل ساعة وحضراتكم طيبين وربنا يعود عليكم الأيام بخير وإن شاء الله الأمور تبقى أفضل في بلدنا التاني وتبقى الأحوال الأفضل بإذن الله والشرف لينا بوجودنا معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة